السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو جديد نتمنى أن يكونوا بخير وعلى خير لما أجبتكم هذه الكيكة الكيكة اليومي العادية الكيكة الكيكة أنا سميت الكيكة الرشبون لأنه في الحل الرشبون في حل البونجة نيشان القوام رائع المشمش ويجد المشمش وعاودتها بالمربة المشمش وعاودتها بالمربة فريسا القيكة اليومي أربعة ديال بيضات كسق ريا السكر كوب من العاقة الفانيليا ونقوم بحديث خلط الخليط ومشف اللون نضيف المكونات الزيت نضيف المكونات الزيت نضيف الحليب نضيف المكونات الزيت تقدروا تعودوه بالياورد طبيعي تقدروا تعودوه بالحليب مع السعر فيه واحد نص حمضة كي نفس الدور إذا بغيتو بضيفوه ضيفوه ما بغيتو شي ضيفوه الحليب أول دانون عادي سوف يخلطوه مغير فيه بحال يشوفتو باش ميت ديحليش الخالط إلا خلطوه مزيف الزيت والحليب مي كتضيفو على الخالط كي تطيح ما كتبقاش شابرارا صادق الكيكا اللي هو كيخرج منا هنا دفت الدقيق الكاس اللي عبرتو به المكونات عبرو به الدقيق عمل جوج كيسان هنا معهم غادي نضيف عليهم واحد صشي ديال الخميرة ديال تمانية القرام أنا غبعيني كان عبارة بالمغروف الخميرة كنضيفة غادي نخلط من فوق تحت هنا يا تنخلي ديما ونسكز ديال دقيق أنا ما كنضيفوش حتى كنشوف الخالط لأنا بعد مرات آآ نعود البيض للحجم ديال هو كيأثر على القوام ديال كيكا فكنخلي ديما اندي كل نسكز ديال دقيق تكي نشوف القوام ديال لا بغيت نضيفو 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 ما بغيتشي صافي هنا هنا ضيفو بحالة شكل هذا وفي حالة قدكم نخلط من فوق تحت غير باش نضيفه نضيف اضافة اختيارية نضيف نصف جوز الهند نضيف اضافة لنا نضيف السبب نضيف نصف نصف نضيف الفرن اضافة نضيف المكتب نضيف الخليط نضيف الليل خلط الخليط نجد ملعقة نتزج الملعقة حمراء مفوقي مربع المربع المربع المختلفة منذ المعرفة المربع المغرب المغربية وكوكو نرى القوام الجيمزية وفاتح وقطن ورشبونت اشتركوا في القناة